اسرائيل 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 هي التي بدأت الهجوم تمام؟ في الوقت اللي صار فيه مصالحة تمام؟ مصالحة وكل الامور اللي قدام مفيش اي اشكال بدأت اسرائيل الحرب الآن ايش يعملوا يعني اهل غزة لما الحرب ايش يعملوا يدافع عن حالهم مش هيك؟ يعني هذا بسموه جهاد الدفاع وهذا يعني من بداهيات الحقوق والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون مش هيك؟ طيب لكن انت تدافع عن نفسك برضو ومش حاسب احساب يعني مش حاسب احساب لا اثريتهم حاسبين احساب حاسبين احساب وفاجأوا الجميع فاجأوا الجميع باستعداداتهم للمسألة مش هيك؟ واستعداداتهم للاحتمالات كاينين حاسبينها اما والله حرب بدون قتل وتدمير وين صارتها عبر اي تاريخ يعني؟ كيف يعني حرب؟ وبكونش يعني فيها قتل وقتال وتدمير ليش في الحرب العالمية الاولى شو صار في عواصم الاوروبية؟ ضل حجر على حجر؟ ومع ذلك في بشر الان بتكلموا وكأنهم بنتموش للبشر لا بنتمو للتاريخ ولا للحاضر انت لما بتكون في معركة مع عدو وهذا العدو المخرجك من ديارك اصلا واللي هو بيضطهدك سواء قاومته ولا ما قاومتهش هو مضطهدك كنتوا عارفين قاومته ولا ما قاومتهش هو مضطهدك اصلا ودائما خطته ضدك ايش تعمل يعني؟ ايش تعمل؟ تستعد طب الجماعة فاجأون بالاستعداد يواجهوا وفاجأوا اليهود بالمواجهة طيب؟ قال طيب ما هو لما اليهود قالوا خلاص بدنا نروح شو؟ يعني كلهم خلاص روحوا وانت ما بدكم ارجعوا اضربوا ويظل الحصار اللي بقتل اصلا اكثر بكثير من الحرب مين قال ان الحصار بقتلش اكثر من الحرب؟ في الاخير اذا بتلاحظوا امام العالم انكشفت اسرائيل هلا حقيقتها والان اخطر شي بالنسبة لاسرائيل على فكرة اخطر شي انه الغرب راح اكتشف انه هاي بتلزمناش نحن سبق لنا لكم انه هم المساعدات كانت لاسرائيل في القمة بعد انتصارها في السبعة وستين لانهم اعتبروا انه الان هذه الدولة اللي يمكن اعتماد عليها في المنطقة كلها في السبعة وستين فبدت الاموال الان بالعكس المسألة راح تكون انكشفت انكشفت كمان للشعب الاسرائيلي ولذاك راح تشوفوا نسبة الهجرة ثم ثم رقيت اسرائيل بقولوا خلاص توبة ما عدناش انه نهاجم اما لو انه من اولها رجعوا بدون ما يحصل اللي حصل هذول ممكن كمان كمان سنة يردوا يضربوك وكمان سنة يضربوك ودائما كل ما انت بنيت نفسك شوي يضربوك تمام الان شو بقولوا اذا هذا المتخلف طبعا الامارات شو اسموه خلفان هذا المتخلف في حوارات سرية اللي بقول اليهود قالوها بمعنى قالوها خلاص التوبة 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 هذا في السر بس طبعا هم في العنن شي تاني طبعا ما هم على اتصال باليهود تمام من اولها من اش قضية يعني واضح ثم انكشفت كثير من القضايا ثم تجلت البطولة ثم 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 في اشي فوق السطح وفي اشي تحت في الاتفاقية مثلا كان من ضمن الشروط اطلاق المساجين اللي اخذوهم بعد قصة ايه الآن في الاتفاق مش موجود بس انا عم بشوف انهم عم بطلقوهم قاعدة انا عم بشوف انو كل يوم الثاني بزرقوا واحد اتنين ثلاثة اربعة من اللي اخذوهم شو يعني يعني معناته أنه يا جماعة في شروط إحنا ما تتحرجونها منذ نذركها تزريق ماشي اشي خلوه تحت لأنه انتو بتكم تسكتو الزلمية لتنياهو ونزبطشش ففي اشي من مشينكم اياه من تحت ولانا قلت للإخوان انتو راكبوا قلت له من اول مقامة الهدني راكبوا الان راح تجدوا انهم بدو يطلعوا الناس اللي اخذوهم في موضوع الاخير شو يعني يعني بنفذوا اتفاقيات بس ما تكتبوهاش بس ما تكتبوهاش اذا الاشي والاشي اللي حصل خارق وفيه عزة وهو نقطة تحول راح تكون نقطة تحول طيب في مرجفين في في منافقين في ايام الرسول كانوا كانوا في عصر في عصر خير العصور كان موجود في خير في خير العصور كان موجود ودوش يكون في في عصرنا شكرا